صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه من البيعة بايعهم على الصلاة والصيام وأن لا يشرك بالله شيئا ولا ينازع الأمر أهله والطاعف المنشط والمكره يقول الصحابي وأسر كلمة كأنه ما جاهر بها خوفا أن تشق عليهم قيل فما أسر يعني خفض بها صوته قيل فما هي قال وقال وعلى يعني تبايعوني على أن لا تسألوا الناس شيئا لا تذل نفسك وتقول أعطني هبني اعمل قال لا تسألوا الناس شيئا يقول فوالله لقد رأيت بعضهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين بايعهم في ذلك الموطن رأيت بعضهم يكون على بعيره فيسقط الصوت من يده وهو على البعيد الصوت أو العصى يسقط من يده على الأرض فلا يقول لأحد من الناس ناولني الصوت وإنما ينيخ بعيره مع مشقة إناخة البعير وبعثه مرة أخرى ينيخ بعيره وينزل ويلتقط الصوت ويرتح للبعير مرة أخرى ويقول مع أنه من السهل أن يقول لأحد المرة ارفع إلي هذا الصوت ولا يضرهم لكنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسأل الناس شيئا أسأل الله تعالى أن يرزقنا الهمة العالية وأن يجعل مثوانا جنته قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجلي العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروا وتوبوا إليهن هو الغفور الرحيم